اشتركوا في القناة ومحافظة على كل الإجراءات الطبية والأمنية والبعد عن الناس بموضوع ما يتعلق بموضوع الكورونا فليس هناك أحد معي وأنا وحدي فقط مع أهلي بيتي مع الناس الذين نسكن معهم فقط لا غير في هذه الحلقة أخواتي وأخوتي سنتحدث عن مواضيع لها علاقة بالكورونا ولها علاقة في مواضيع الإشاعة ونظريات المؤامرة التي للأسف الشديد ما زالت تأتينا ليلة نهار من إخوة نحترمهم ونحبهم ولكن يبدو أن الأمر أن هناك كثير مننا لا يستطيعون أن يعيشوا دون أن يدخلوا في مجال المؤامرات والأشياء الغير عادية والقوى الغير طبيعية فبذلك سنذهب ونحاول معا أن نناقش بعض هذه الأمور الأمر الآخر هو دروس الكورونا في البيت ماذا يمكن أن نفعل؟ ماذا يمكن أن نفعل في مجال صلة الرحمة؟ ماذا يمكن أن نفعل لأنفسنا ولأولادنا؟ والأمر الآخر هو تحضير من الآن إلى رمضان نحن على أبواب شهر رمضان هذا الشهر الكريم في أيام شعبان وندع هذا الشهر وبعد ذلك يأتينا شهر رمضان في وضع ربما لم تأتي على هذه الأمة منذ مئات السنين وهو أننا سنخطيه غالبا في البيت دون صلاة جمعة ودون صلوات التراويح مع الناس ولكن كيف يمكن أن نعوض هذا الأمر لنا ولأهلنا؟ هذا ما أريد أن أتباحث به معكم بكل أريحية كونوا معنا هنا في قناة اليوتيوب وأرجو منكم أن تتابعوا الحلقات الأخرى فهي أهميتها مثل هذه الحلقة وربما أكثر وأيضا أن تبعثوا الرابط لإخوتكم وأحبابكم طبعا إذا أردنا أن نتحدث ونبدأ عن موضوع الكورونا والإشاعات ونظريات المؤامرة فأكيد كل واحد منكم وصلوا إما بالواتس أب أو بالفيسبوك أو بغير الطرق أخبار وفيديويات قصيرة ورسالات صوتية من أناس ليس لهم علاقة بالموضوع ولا يعتبروا خبراء بأي حالة من الأحوال وقد يكون أصلا أشخاص وهميين وليسوا معروفين يعتبرون أنفسهم وكأنهم يدرسون الناس على هذا الأمر وهذه ثقافة الإشاعات وثقافة نظرية المؤامرة هو موضوع أكبر بكثير من موضوع الكورونا عندي خطبة جمعة عن نظرية المؤامرة وخطبة جمعة عن الإشاعة أرجو أن تعودوا لها في قنالي على اليوتيوب ولكن في موضوع الكورونا تأتي مثلا يأتيك رسالة من خطيب جمعة عربي يقول أنه دكتور لا نعرف اسمه لا نعرف مدى معلوماته الطبية لا نعرف متى أخذت هذه الخطبة ربما أخذت أول يوم إما تكلم الناس عن الكورونا فمثلا هذا الذي يقول أنه طبيب وقد يكون طبيبا أنا مثلا إخوتي مهندس مهندس بناء إذا سألوني عن الجسور أو سألوني عن الطرق أو سألوني عن أي شيء آخر أقول لا أعرف حتى إذا في تفصيل معين في مواضيع البناء الذي أفهم به ولكن مثلا موضوع الزلازل إذا سألني أقول لا أذهب إلى أحد زملائي لكي أسأله لكي يعطي معلومة صحيحة أو أقل ما يمكن معلومة لها مصدر معين ذات ثقة معينة فهذا شيء مهم جدا جدا ألا يعني أن إذا إنسان قال أنا طبيب معنى هو يفهم في موضوع الكورونا في موضوع الفيروسات في موضوع الإحصائيات وفي موضوع العدوى في موضوع الأوبئة في موضوع الجوائح وغير ذلك فهذا الدكتور مثلا يعطي نصائح عادية يعرفها بصراحة ليس كل طبيب ليس كل طفل تقريبا أنه لا يجب أن نبالغ في التعقيمات وأنه يجب أن ننتبه على أنفسنا وغير ذلك ليس هناك أي مشكل وأن هذا الفيروس هناك من صنعه وهناك من عنده المصل وهو مؤمن بهذه النظرية نظرية المؤامرة طيب الآن بعد حوالي شهر أو شهرين أو ثلاثة من الموضوع أين المصل؟ يعني هل الصين عندها ومخبئته؟ تستطيع أن تربح المليارات أي دولة عندها هذا أي إنسان عنده يربح المليارات من اليوم إلى الغد؟ أين هو؟ العالم كله يشتغل به ليلة نهار كل مخابر الدنيا فإذن ويأتي بعد ذلك ويقول أنه يجب علينا أن نتحمل الفيروسات وأنه إذا ليس عندنا أعراض أن نخرج على الناس ونحضر الجمع والجماعات أيضا هذا ليس صحيح أبدا إخوتي وأحبابي ويقول أننا يجب أن نحضر الجمع والجماعات وأن نخرج إذا لم يكن عندنا أعراض ليس هناك أي مشكلة طبعا هناك مشكلة وقلناها ونعيدها أن هذا الكورونا مختلف عن الأوبئة الأخرى والجوائح الأخرى عن الكوليرا وعن الإيبولا وحتى عن الطاعون أنه يصيبك ويمكن أن لا تحس به كشاب فإذا لا نشجع الشباب على الخروج لأن هذا الشب هو فعلا لن يحصل معه شيء ولكن ممكن أن يصيب أباه جده جاره إنسان آخر عنده ربو يموت بسرعة المسكين يعني أتانا خبر شباب مثل شب إياد الدقر في إيطاليا لا أدري إن كان عنده إصابة أو مرض قبل ذلك أو لا رحمة الله عليه ابن مشايخ وأبن عائلات ابن حفيد أو من أبناء الشيخ علي الدقر الذي من أكبر علماء دمشق وغيره كثور فإذا نقول أنه ليس فقط للكبار في العمر ولكن ممكن أن يكون هذا إياد رحمة الله عليه أخذه من شاب من صديق لم يكن يدري أنه يحمله وهذا الصديق تعافى وعاد لأهله وصار ربما عنده مناعة طبعا موضوع المناعة إشارة استفهام هل هناك مناعة قوية أو دائمة أو هي المناعة فقط تتأثر بين شخص وآخر وأن لها هي دائمة أو غير دائمة طيب فإذا هذا الفيديو تبع الخطيب الجمعة رجاء لا توزع مثل هذه الأمور بدون توثيقات علمية وثيقة أخرى صوتية من أحد السوريين الذين يعيشون بالسويد ويقول السويد لم تفعل شيئا وكل شيء ممتاز ولن يحصل شيئا وكل البلاد صار عندها الذروة وسينتهي الأمر ولا تهتموا في الموضوع لا أخي يجب أن نهتم يا جماعة يعني الآن الإخوة في السويد نسألهم طبعا ونأخذ رأيهم إن شاء الله رب العالمين تكون استراتيجية السويد صحيحة ولكن الآن الأرقام تقول أنها مختلفة جدا عن استراتيجية النمسا واستراتيجية النرويج بلاد متشابهة لها لذلك أذكر هذه البلاد وعدد الموتى وعدد الإصابات أكبر بكثير في السويد طبعا لماذا أخذت السويد هذه الطريقة وطريقة ما يسمى منعة القطيع لأنها دولة لم تعرف الأزمات ولم تعرف الحروب السويد أخواتي وإخوتي صر لها تقريبا 300 سنة وأقل ما يكون 200 سنة لم تدخل في حرب أبدا ولم تدخل في أي أزمة ولذلك شعبها غير معتاد مثل عندنا في النمسا في ألمانيا في إيطاليا في فرنسا لسا ناس تتذكر الحرب وأودعكم هنا أخواتي وإخوتي من هذا المكان الجميل من هذه البحيرة الصغيرة الجميلة وجعلنا من الماء كل شيء حي وطبعا للحديث شجون ولكن وعدتكم أن لا أطيل عليكم أكثر من نصف ساعة وهذه حلقات البث المباشر هي ليست تعويضا عن خطب الجمعة وليست تعويضا عن المحاضرات العلمية والاجتماعية ولكن هي تعويض للدرتشة وكأننا نجلس مع بعض لذلك تلاحظ أنني أحاول أن أكون خفيفا في طرح هذه المواضيع تعويضا على الجلسات الخاصة والدرتشات بين بعضنا عادة فما كان عنده أي سؤال آخر أو أي خاطرة يعطيني إياها إما هنا في التعليق في اليوتيوب أو في صفحة الفيسبوك الرسمية أرجو منكم أن تكونوا معي وأن تزودوني بالمعلومات التي تحتاجوا أنتم أو نحتاج جميعا أن نطرحها وإن كان هناك مواضيع مثل بعض الأخوة الشباب طلبوا مني أن أقوم بحلقات خاصة عن موضوع المراهقة سواء لهم كمراهقين ومراهقات وسواء للأهل كيف يتعاملوا مع الأطفال في هذا السن فهذا ممكن أن يحتاج لمحاضرة وليس لخاطرة سريعة مثل خاطرة اليوم ولكنني أنا في صدد دراسة هذا الموضوع وإذا طال الحجر فيجب علينا أن نفكر ماذا يمكن أن نفعله لذلك أنا مهتم بكل آرائكم ومشاركتكم بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحبا